لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية لأمر الله بالحج الذي أذن به نبيه إبراهيم في ذلك الوادي غير ذي الزرع عند بيت الله الحرم بمكة المكرمة واقتداء برسول الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى حجاج بيت الله الحرم اليوم شاعرة الحج الأكبر بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر والاستماع إلى خطبة يوم عرفة التي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع والتي استهلها بحمد الله والثناء عليه على ما تفضل به على العباد من النعم موصيا بتقوى الله التي بها تنزل الخيرات وتبتعد المصائب المكرهات ليؤدي بعدها الحجاج صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بمسجد نمرة ويتفرغ للتسبيح والتكبير والتهليل والدعاء بخيري الدنيا والآخرة إلى مغرب شمس هذا اليوم المبارك ليكونوا بذلك قد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج فالحج عرفة ولينفروا منها بعد الغروب إلى مزدلفة للمبيت وجمع الجمار وأداء بقية المناسك في أيام التشريق في عام قدر الله للحج أن يكون مختلفا عن بقية الأعوام مقتصرا على نحو عشرة آلاف حاج من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية التي رأت أن يقتصر الحج على هذا العدد نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ولتوفر للحجاج مع قلتهم ظروفا مثالية من حيث التباعد في الطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ورجم الجمرات في ميناء ولسان حجاج هذا العام والمسلمين في أسقاع الأرض يلهج بالدعاء أن يعود الحج في العام القادم إلى سابق عهده وأن يرفع الله عن الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء هذا الوباء